إذا كان المجلس معطل بهذه الطريقة والفاعل الحقيقي في الحياة السياسية هي السلطة الفلسطينية إذن لماذا كل هذا الاعتراض أو على الأقل دعنا نخفف الأمر لماذا لا يذهب المعترضون ويحضروا هذه الجلسة ويبدون اعتراضهم لأن المتضرر الأكبر من المقاطع هم المعترضون أنفسهم يعني هو من الواضح أن الهدف من عقد المجلس يعني لا علاقة له بالقضية الوطنية الفلسطينية واستئناف أو استنهاض مشروع وطني للحفاظ على الحقوق الفلسطينية أمام المخاطر الجدية التي تواجه القضية الفلسطينية والأرض الفلسطينية والضم الزاحف لما تبقى من الضفة الغربية وكذلك حصار قطع غزة بمعنى هم لم يأتوا إلى رمالة في هذه الدورة من المجلس الوطني من أجل بحث استنهاض المشروع بل هو عمليا موضوعة سياسية محصورة بالضبط في تأمين شرعية ما أنا لا أدري لماذا الإصرار على ذلك للنظام السياسي الفلسطيني اللي عمليا محاصر في المقاطعة الآن بعد الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية وأخرها على سبيل المثال أن الولايات المتحدة رفعت من كل أدبياتها وتصريحاتها وصف الأراضي المحتلة في الضفة الغربي باعتمارها أراضي محتلة ولم يتحدث أحد بالمناسبة ولم يعلق أحد بالسلطة الفلسطينية بالتالي نحن أمام حالة فعلا سريالية لأن الموضوع الآن أنت تجدد شرعية من ومن أجل من المشكلة أن كل النظام السياسي الفلسطيني عمليا أخذ شرعية تمديد له بعد انقلاب غزة بمعنى بـ 2009-2010 عمليا من اجتماع للمجلس المركز الفلسطيني حتى بعد انتهاء بمعنى المدة القانونية للرئيس الفلسطيني بمعنى لا يوجد مستشريعي وانتهت صلاحية 2010 وكذلك الرئيس الفلسطيني نفسه من أين جرت تمديد حتى اليوم 2018 نحن اليوم بعد ثمان سنوات جرت تمديد عمليا بتغطية عربية وتغطية مفبركة من المجلس المركزي الفلسطيني وهو الهيئة الثانية بعد المجلس الوطني الفلسطيني بالتالي والعرب عمليا في قمة الظهران قبل ايام عمليا منحوا السيد محمود عباس رئيس السلطة تقريبا تمديدا وشرعية ما بالتالي الاصرار على عقد المجلس وتوتير الساحة الفلسطينية وفتح الباب امام تشققات وتصدعات في التمثيل الفلسطيني بدأت عمليا من اجتماع واشنطن الذي تحدث عن ان السلطة كلها لا تمثل الفلسطينيين واجب البحث عن حل لغزة اشتركوا في القناة